حشرة فرس النبي حشرة جميلة لكن قاتلة وشارسة جدا بتعيش في كل قرات العالم الا قرة واحدة فقط وهي القدب الجنوب المتجمد موجود منها انواع كتيرة بتختلف في الحجم واللون بيوصل عددها لحوالي 2300 نوع معظم الانواع دي فترة حياتها عام واحد فقط لها اسماء كتيرة ومتعددة منها حصان ابليس او حصان العباس او الراهبة او جمل اليهود وغيرها من باقي الاسماء لكن اشهر اسماءها فرس النبي وده لاني ارجلها الامامية من ثانية كأنها تتعبد او تصلي الانثة بتتميز بانها اكبر من الزكر في الحجم واثناء عملية التزاوج الانثة بتفترس الزكر بلا اي رحمة بتبدأ بالتهم رأسه وبعدين تاكل باقي جسمه بالكامل وبعدين تكمل حياتها عادي مع زكر اخر بعد التهم الزكر الاول حشرة فرس النبي ناهمة وشارهة جدا في تناول الطعام ولا تتوقف ابدا عن الاكل وهي من الحشرات الاكلة للحوم وبتتغز على الحشرات الضرة منها الصراصير والخنافس والزواحف والطيور والفقران الصغيرة وعندها القدرة على تحريك رأسها ال180 درجة بتنتامل شعبة مفصليات الارجل وبتمتلك 6 ارجل 4 ارجل خلفية بتستخدمهم في الماشي والتنقل والارجل الاثنان الامامية بتحتوى على اشواك ومقابة حادة علشان كده بتستخدمهم في الامساك والقبض على الفريسة حشرة نشيطة جدا في فصل الصيف وماهرة جدا في الاختباء بين الاشجار وتحت الاشياء القديمة بسبب قدرتها على تغيير شكلها على حسب البيئة المحيطة بيها ولو وصلت معايا لنهاية الفيديو ياريت تدعمني باشتراك ولايك وما تنساش تصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام